السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف الحال يا رب تكونوا بخير وأهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد من لابو التوب واربات القيم في هذا الفيديو رح نتكلم عن أفضل ثلاث تشكيلات للقوات البحرية من الأبطال القدماء إلى أحدث الأبطال فضغطونا على زر اللايك وتابوا معنا الفيديو للآخر ويلا بينا طبعا أحدث بطلة نزلة للقوات البحرية هي البطلة الليلة فعلا يعني هي بطلة كويسة لكن لحد الآن أفضل بطلة نزلت هي كوتية هاي البطلة مميزة هاي البطلة اللي حصلها يعني أنا بنصحه يطورها وهو مغمض عيني يعني لا يفكر يعني لا يتردد فورا يطورها ويرفع نجومها لو يخسر عليها كل الشضايا الذهبية اللي عنده هاي البطلة تعتبر أفضل بطلة في عندها ميزة اسكات اثنين من الأبطال يعني في فرصة عندها منه السكة اثنين من الأبطال طبعا احنا كان في عنا نيمو هاي البطلة تعتبر نسخة مطورة من نيمو وتعتبر أفضل بطلة بحرية خلونا نتكلم عن التشكيلات طبعا رح نتحدث عن التشكيلات من الأقدم لإلى الأحدث شو هي أفضل تشكيلة قديمة إذا أنت حاب تطور الأبطال القدماء شو هي أفضل تشكيلة إذا حاب مثلا تطور عندك أبطال قديمين مثلا وحاب يعني تطورهم وتعمل تشكيلة يعني تكون كويسة البطل الأول اللي هو الأكاتورة طبعا هذا البطل معروف بمهارته المرعبة إطلاق عشر قنابل عنده وصول نقاط الغضب إلى سبع نقاط في عنده كذلك خفض هجوم العدو باستخدام المهارة بنسبة 53% طبعا هاي التشكيلة رح تفيدك يعني رح تعطيك ضرر أكثر من الدفاع فرح تختار الأكاتورة رح يساعدك شوي بالدفاع يعني خفض الضرر القادم من قوات العدو بنسبة 53% ثاني شيء البطلة بايلوس هاي البطلة بايلوس طبعا البطلة بايلوس كانت من أفضل الأبطال القوات البحرية في سنة والله ما عاد ذكر 2021 مدري ايه 2021 ما أذكر شباب كتبوني هي بأي سنة كانت أفضل أفضل بطلة للقوات البحرية كذلك مهاراتها كثير حلوة زيادة هجوم القوات البحرية بنسبة 49% وهناك فرصة إطلاق قنابل إضافية كذلك رح تزيد لك هجوم القوات البحرية يعني رح تعطيك ضرر يعني رهيب ثالث شيء البطلة نيرت طبعا هاي البطلة نيرت رح تعطيك زيادة حيوية القوات البحرية بنسبة 30% هاي الصفة دفاعية وكذلك في فرصة إطلاق 4 إلى 2 من الصواريخ يغطي ضرر بنسبة 100% هاي بالنسبة هاي التشكيلة بالنسبة للأبطال القدامى إذا أنك حاب مثلا تستخدم إذا أنك ما لك حاب الأبطال الجدد وتحب تستخدم الأبطال القدامى فنصيحة إليك استخدم الأكاتورة وبايلوس ونيرت إذا ما لك الأبطال الجدد استخدم هاي التشكيلة هاي التشكيلة نار نجي ثاني شي على التشكيلات الحديثة طبعا مو الأحدث التشكيلة اللي أقدم من الأحدث أول شي رح نختار نيمو نيمو في عنده مهارة حلوة كثير اللي هي مهارة السكات طبعا هاي المهارة موجودة عند البطلة كوتية وأنا ما عند البطلة كوتية فما في حال غير أنه أختار نيمو علشان هاي مهارة السكات أنا كوتية راحت عليه وأنا متندم أنه أنه ما أجبته يعني أنا كنت ساحب على اللابة فترة وما كنت منتبه يعني راح حدثة فيمكن يرجى حدثة بالمستقبل يمكن هاشحن وأجيبه أول شي رح تختار نيمو بالتشكيلة بعد بداية الماركة زيادة هجوم القوات البحرية بالنسبة للخمسة وخمسين بالمئة هاي مثل مهارة الباسل والبطل نيمز طبعا هذو لاك القدامة يعني أقدم الأبطال اللي هما الباسل والبطل نيمز يعني كانوا أقوى الأبطال في بداية اللعبة فإيجا نيمو محلهم وفي عنده كمان مهارة السكات هذا بالنسبة للبطل الأول بالتشكيلة اللي أقدم من التشكيلة الحديثة ثاني شي البطلة مارينة في بداية الماركة تكتسب قواتك البحرية تأثير المسيرة الخارقة بالنسبة 25% يعني رح تختار البطلة مارينة علشان تأثير المسيرة الخارقة وكذلك في عندها ميزات كثير حلوة عند الوصول إلى سبع نقاط غضب سيتم أطلاق ثلاث صواريخ على أهداف عشوائية لدى العدو بحيث يسبب كل صاروخ ضرر بنسبة 135% فرح تختار البطلة مارينة كذلك علشان هاي مهارة الصواريخ وعلشان تأثير المسيرة الخارقة ثالث شي بالتشكيلة اللي أقدم شوي من الحديثة كل شوي أكررها البطل الحوت هذا البطل الحوت كمان غني عن التعاريف هذا البطل رح يعطيك إضافة درع الحيوية للقوات البحرية بنسبة 50% وأربع نقاط غضب في بداية الماركة مع كل هجوم عادي للقوات تكسب نقاط نقطة غضب واحدة أكيدة فرصة اكتساب نقطة غضب واحدة إضافية عند اطلاق العدو هجوم عادي فرح تختار البطل الحوت علشان المهارة الأولى طبعا وفي عنده كمان مهارات حلوة رح تختاره علشان الدفاع يعني رح يفيدك بالدفاع عن التشكيلة هذا بالنسبة للتشكيلة التشكيلة الثانية رح تختار البطل نيمو ورح تختار البطل أماريني والبطل الحوت هاي كمان تشكيلة حارقة خارقة متفجرة نجي على أحدث تشكيلة نجي على أحدث تشكيلة طبعا بالنسبة للأبطال لأحدث الأبطال اللي نزلوا أول شي رح نختار البطلة كوتية طبعا البطلة كوتية هي تعتبر أفضل بطلة بحرية نزلت لحد الآن بالأبطال الحديثين رح تعطيك مهارة زيادة هجوم القوات البحرية بالنسبة 80% هاي مشابهة لمهارة نيمو والباسد ونيميدز أقوى شوي وكذلك مهارتها الثانية اللي هي اسكاتة نيم من الأبطال وباقي المهارات بإمكانك تتصفحها بنفسك أنا ما يحاب أطول الفيديو رح تختار البطلة كوتية طبعا ورح تختار البطلة ليلة البطلة ليلة مشابهة للبطلة مارينة كذلك في عندها تأثير المسيرة الخارقة بالنسبة 36% طبعا أفضل من مهارة البطلة مارينة يعني تعتبر كنسخة محدثة للبطلة مارينة بعد جولة واحدة سيختفي تأثير المسيرة الخارقة عندما تشنه القوات البحرية هجوم عادي هناك فرص لتفعيل المهارة مهاجمة أربع قوات من العدو عشوائيا وإلحاق 80% وباقي المهارات بإمكانك تصف أحد نفسك هذا بالنسبة للبطلة ليلة وثالث شي رح تختار البطلة للحوت طبعا رح تختار البطلة للحوت علشان المهارة الدفاعية اللي هي إضافة درع الحيوية للقوات البحرية فمثل ما حكيت لكم ثلاث أبطال يعني بالنسبة لل الأبطال اللي نزوا حديثا طبعا الحوت قديم يعني شوي يعتبر شوي قديم بس رح يفيدك بهذه التشكيلة رح تختار البطلة كوتي طبعا ورح تختار البطلة ليلة ورح تختار البطلة الحوت للدفاع البطلة كوتي علشان مهارة الاسكات وزيادة الضرر البطلة ليلة علشان تأثير المسيرة الخارقة والبطلة الحوت علشان الدرع الحيوية علشان دفاع مثل ما حكيت لكم أخواني هاي أفضل تشكيلات في لعب التوبور طبعا أنا أنصح فيها في ناس يعني رح تختلف معي بالرأي فاكتبوا لي بالتعليقات شو هي التشكيلات اللي تستخدموها في لعب التوبور أو عيد وكرر رح تختار بالنسبة للأبطال القدامى الأكاتورة والبطلة بايلوس والبطلة نيرت وبالنسبة للأبطال الحديثين يعني رح تختار نيمو ومارينة والحوت طبعا هاي الأغداء من الحديثين ورح تختار بالنسبة للأبطال لأحدث الأبطال البطلة كوتي والبطلة الحوت والبطلة ليلة تمام أخواني كان هذا فيديونا اليوم عن أفضل ثلاث تشكيلات أبطال للقوات البحرية لحد الآن بتمنى يا ربي يكون الفيديو نال أعجابكم إذا أعدكم أي سؤال أو أي استفسار اكتبوا لي بالتعليقات ولا تنسوا توصولنا هذا الفيديو وأكبر عدد من اللايكات وإذا أعجبكم هذا النوع من المحتوي اكتبوا لي بالتعليقات وانتظرونا في فيديوهات قادمة إن شاء الله من لابة توب وورب الأيام الجاية ولكم مني أطيب التمنيات كان معكم أخوكم باسل والسلام عليكم